ونتوقف عند هذا الخبر لنناقشه مع الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني مساء الخير دكتور سليمي أهلا وسهلا السيد عبد الله إذن الداخلية علنت أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قام بتفكيك هذه الخالية الإرهابية الموالية لداعش والمتكونة كما ذكرنا من ستة أشخاص بين الدار البيضاء والمحمدية وأزلال نريد في البداية تقديم قراءة للمعطيات الواردة في هذا البلاغ أولا أي قراءة هي تنطلق من تحليل السياق الذي يبين بأن المغرب دائما مهدد وهناك نجاح كبير للأجهزة الأمنية في التصدي لمخاطر الإرهاب إذا حاولت أن أعطي رقم هنا فتقريبا منذ سنة 2002 إلى اليوم هناك تفكيك لما يزيد عن 200 خالية دون أن ننسى مشاريع تخريبية أخرى هذا يبين هو مرتبط بتحولات دولية وأيضا إقليمية مضطريبة إذا عدت إلى البلاغ هناك بعض الإشارات التي تتير الانتباه أولا مسألة أتحدث هنا عن هذا الامتداد الجغرافي دار البيضاء المحمدية وأيضا أزلال هذا يذكرنا بخلية مشابهة وقعت فيها منذ ثلاث أشهر وهي خلية دار بوعزة دائما هناك مدينة كبيرة التي هي الدار البيضاء وهناك قاعدة خلفية في الجبال المسألة الثانية وهي الفئات العمرية ما بين 18 سنة وتعود 50 سنة وتعود 50 سنة هي تتير الانتباه وسنراحد هنا من خلال الخلايا التي وقعت في كيكوها على الأقل خلال السنة الماضية أن الفئات العمرية هي تقريبا تتقدم في السن ودائما هناك فئات التي هي تبلغ 18 سنة أيضا هناك مسألة أخرى وهي هذا الإصرار مثلا هذا الإصرار من طلب خلايا داعش على التنفيذ وبعد ذلك محاولة مغادرة البلاد واليوم الكل يعرف بأن الخطر هو بات قريب جدا هو موجود في ليبيا وموجود في منطقة الساحل والسحراء أكثر من ذلك سيلاحظ أيضا بأن هناك عمل استخباراتي كبير بمعنى قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى المعلومة في الوقت المحدد والتصدي للخطر قبل وقوعه إذن هناك تحول يجري على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي يؤثر على المغرب لا ننسى بأن المغرب هناك اليوم تنظيمات داعش الموجودة في ليبيا وفي منطقة الساحل والسحراء وأيضا لا زالت هناك بقايا موجودة في سوريا والعراق وأيضا داعش أوروبا المغرب يخضع لكل هذه التأثيرات بل أكثر من ذلك هناك مسألة انتقال المقاتل الإرهابي الأجانب هناك الكثير من المعلومات الغامضة حولهم لدى الأجهزة العالمية الكثير لا يعرف إلى أين تقلوا وإن كانت بعض الإشارات تشير إلى أنهم تقلوا خلال الشهور الأخيرة إلى ليبيا وإلى منطقة الساحل والسحراء ذكرت دكتور سليم أنه تم تفكيك 200 خلية من طرف الإجهزة الأمنية وهذه الخلية تعد ثانية الكبيرة من حيث العدد والانتشار الجغرافي بعد خلية داربو عزة كما ذكرت والتي أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضاية التصدي لها استباقيا قبل نحو ثلاثة شهور يعني على ما يؤشر كل هذا يعني رأيك ولن مسألة الخلية في من يحلل تركيبة الخلية فيلاحظ بأن هناك الآن العدد هو كبير هناك مثلا تفكيك خلية كان فيها ثلاث أشخاص الآن هناك ستة أشخاص والخلية السابقة كانت فيها سبعة أشخاص مسألة أخرى والتي يجب هنا أن نشير إليها وهي قاعدة أمنية وهي قاعدة التدخل الاستباقي لا زالت ناجحة إلى حد اليوم فهناك القدرة على الوصول إلى المعلومة وعلى تحليل المعلومة والتدخل في الوقت المناسب هذه أعتقد بأنها مدرسة أمنية مغربية نجحت طيلة هذا المصار إذا كنا نتحدث عن ما يفوق 200 خلية وقعت في كيكها وهي متنوعة وأيضا هناك خلايا خطيرة جدا كلها خطيرة لأنها تكون على وشك التنفيذ ولكن يبدو بأن هناك اليوم مدرسة أمنية مغربية لها القدرة أولا هذه القاعدة التي هي قاعدة التدخل الاستباقي الوصول إلى المعلومة تحليل المعلومة ثم التدخل في الوقت المناسب ولكن هنا الذي يمكن أن يكون هنا جديد وهو هذا الانتشار الجغرافي قلت بأن المدرسة الكبرى هناك مدرسة تقليدية تعود مثلا ضر بيضاء ولكن هذه المسألة ما بين مثلا مدرسة كبرى والجبال لاحظناها مثلا فيما يتعلق بخلية ضرب عزة وهذا يمكن أن نسميه بمعنى استراتيجية جديدة في هذه الخلايا في محاولة تنفيذ أعمال إرهابية رغب أن تنظيم داعش فقد العديد من قياداته في سوريا والعراق إلا أن خطورته لا زالت موجودة بل أن بعض التقارير تقول بأن تنظيماته الفرعية باتت تتجمع من جديد في مناطق أخرى خارج سوريا والعراق ما رأيك دكتور سليم؟ داعش فقد قيادته البغدادي الذي قتل وأيضا هناك العديد من القيادات التي قتلت ولكن قبل أن يفقد هذه القيادات كان التنظيم بدأ يشتغل بما يسمى بلا مركزية الفرع فبدأت تشتغل الفرع في أوروبا وأيضا في ليبيا وفي منطقة ساحل وسهراء وأيضا في آسيا وأعتقد بأنه ليس هناك اليوم أي تحليل أمني يقول بأن داعش مثلا تقلصت خطورته بالعكس هناك يشيرون إلى أن التنظيم لا زال خطيرا بل أكثر من ذلك منذ أيام كان هناك تقرير يشير وهذا يهم شمال إفريقيا ويهم منطقة الساحل وسهراء على أن هناك هجرة عالمية لكل التنظيمات الإرهابية من منطقة الشرق الأوسط أتحدث هنا بالخصوص عن سوريا والعراق نحو ليبيا وهناك إشارة إلى قيادات من تنظيم داعش المسمى بإمارة الصحراء الموجود في الساحل وفي غرب إفريقيا هناك قيادات كانت تهاجرت إلى سوريا والعراق هي عادت أيضا يتحدثون عن 12 تنظيم دون أن ننسى 9 تنظيمات كبرى هي موجودة إذا الخطر هو موجود وأعتقد بأنه اليوم هناك خطر القاعدة وخطر داعش القاعدة هي لم تفقد قوتها رغم أنها فقدت خيادتها وأعتقد أن الخطر هو يتجمع في منطقة باتت خطيرة جدا هذا القوس من المخاطر موجود في منطقة الساحل والصحراء والأزمة الليبيا هي تعمق أكثر هذا الوضع بل أكثر من ذلك بداية انسحاب بعض القوات مثلا بداية الحديث عن انسحاب الأمريكيين وهناك مأزق مثلا للفرنسيين هذه كلها عناصر تبين بأن الخطر هو موجود وقريب من شمال إفريقيا نفهم من كلامك بأن المغرب يوجد الآن في محيط قليمي مضطرب بين ليبيا إلى منطقة الساحل والصحراء هل الخطر في تزايد مدامت مناطق تواجد الجماعات الهرابية باتت قريبة من المناطق المضطربة تحت شمال إفريقيا بشكل سريع لو سبحت أولا نحن نتحدث عن داعش أوروبا كما قلت وهناك داعش في ليبيا وهناك خلايا موجودة في الجزائر وأيضا هناك في منطقة الساحل والصحراء والمغرب إذن موجود في محيط هو مضطرب وهذه التنظيمات يتحاول أن تجد ممرات للتواصل فيما بينها وضع مضطرب ولكن هناك نجاح كبير وخبرة كبيرة للمدرسة الأمنية المغربية في التصدي للمخاطر وهي مدرسة تقدم نماديج اليوم على مستوى قاعدة التدخل الاستباقي لتجارب أمنية كبرى شكرا لك دكتور عبد الرحيم أنا نرسيمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحرير الأمني كنت ضيفا من الرباط شكرا لك اشتركوا في القناة